الخبر الأول اللي عادنا عن رغدة وتهجم المتابعين عليها بلسبة أشخاص هاي سيلوا عن السبب فرغدة يا حبايب نزلت على حسبها بالتيك توك هذا المقطع اللي كان ويا أمها ولكن اللي أغلب لاحظوا بهذا الفيديو إنه وكو صليب كان وراء أمها وياها طبعا الصليب هو يدل إنه هي مسيحية وهو يستغرب الموضوع وصاري كتبوا له كومنتات إن أنت مسيحية وما تبقى عن هذا الشي ولي صاري تهجموها عليها فهي نزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات بها ستوريات صارت تقول بها أنه هي كشة ضايقة من هذا الموضوع وتخطب المتابعين أن يوقفون هذا الشي وليس وقت تعترف أنه هي فعلا مسيحية عليك ورحصكم ستوريات كلام مهم شوفوه بس حاليا بدي أحكي معكم بموضوع شوي مضايقني كثير فهلا راح أحكي معكم في الموضوع هذا كما تعرفون أنا ما أحب أطلع أحكي بهايك موضيع ما بحب أفوت ديب بنقاشات زي هيك لأنه ما بهمني لأنه أنا بشوف كلنا واحد صراحة يعني مش إنه زي ما بطلع بحكي لا إحنا كلنا واحد لا فعلا أنا هيك بشوف كلنا واحد فلما مبارح نزلت التيك توك لأنه نزلته وكثير كنت مبسوطة عليه هيك إشي بيني وبين أمي وجاب 3 مليون بقل من يوم كثير ما ستت بس لما فتت شفت الكومنتات وشفت الناس كيف تحتي وكلام الناس بس عشان شفتوا صليب وراء والأغلى بعرفوا أنه أنا مسيحية يعني اللي قرأته جد صدمني إنه إحنا لسه في ناس هيك بيحكوا أو هيك بتطلعوا على الواحد وما ما بعرف يعني جد إشي بحزن الكومنتات اللي بتخوت وقولي إنه مستغرب أو إنه ليش طيب ولا وما بيصير مش عارف يعني مش عارف كيف أشرحي لكم أدي الموضوع اللي بالنسبة لي كثير غريب جماعة باختصار أنا الموضوع كل هاي يعني ما بفكر فيها مرتين خلص أنا تعودت وتربيت على إني أحترم كل حدا لو شو مكان لو شو دينه احترام هاي اسمه احترام فيريت زي ما أنا باحترم الجميع وبعلم متابعيني يحترموا الجميع بتوقع من متابعيني يحترموني أنا كمان ويحترموا خصياتي كمان يحترموا ديني يحترموا أهلي كل شيء فبس هيك حبت قضي ندخل حاليا لمحمد كريم وليش هو بقاطع عن السوشال ميديا وبنفس الوقت شنو يرد على موضوعه ويا أمير اللحسين ومشكلته وياها فالذي الأشتوري صار يقول بي أنه هذه فترة ما قاعد ينزل إنه هو كان بالمستشفى وصير بيت تسمم وبنفس الوقت صار يحتش على مشكلة جيلوف وسيمو ومقتصر يا حبايب لوف شنو يقرأ المحادثات مع الحبيب تسيمو محادثة حبيبها السابق واللي هو كانو يا أبو فلا فأبو فلا هو طلع حبيبها السابق فيقول الحواحي دخل ويحل هذه المشكلة فهو من أشخاص صار يقول له لأن انت بالبداية حل مشكلتك ويا أمير اللحسين فهو صار يرد عليهم أنه من الأساس هو ما عنده مشكلة ومجرد أنه مقرروا كل واحد يروح بمكان أو كل واحد بطريق جغطوكم للسوريات شوفوها يا ربوع عندي نقطتين أريد أقول لكم أولا بالنسبة لي وليش ما دان أزل هواي هسه صار اليوم المريض جايني تسمم بالمعدة قسم بالله وقاعد ما دا أقدر أكل شي وما عرف ما دا أقدر أطلع أصلا بس نايم بالبيت فلهذا السبب ما دان أزل هاي ورده النقطة ثانية اللي أريد أحكي بيها يا ربوع المشكلة اللي صارت بين جيلوف وسيمو لازم نتدخل يعني جيلوف هو جيلوف أكو قراب من عنده بعد وسيمو يعني الورداية المشكلة اللي صارت بيناتهم بسبب يوتيوبر ثالث المشكلة هذا اليوتيوبر محترم يعني وأنا أحبه وأحترمه وأتابعه تمام فأني ما رد أسل سوء تفاهم بحيث واحد من عندهم ذول ثلاث الأطراف يعني هي المشكلة صارة بين فلان وفلان وفلان تصير سوء تفاهم لو واحد يصير يغلط على الثاني بعدين بالأخير لو هاي السوال فأني كل ما أحبه أوكي سوفهم بيناتهم صار بسبب يوتيوبر ثالث نقعد نشوف شين الموضوع ونحله إذا قدرت أجمع سيمو جولوفو في فيديو واحد وفتن من عندهم مسال فشين واحد تتهم تفتهمون فرح ينزل فيديو أنه جولوفو السيمو حتى يحكي لكم بالمشكلة اللي صارت أما إذا ما قدرت أجمعهم اثنين هاتهم فرح أخذهم كل واحد يعني فيديو واحد ونسمع من هذا ونسمع من هذا حتى نشوف لأنه صراحة والله ما تصور ثلاثة كل هم لوزاويين ثلاثة هم حبابيين حتى اليوتيوبر الثالث انا ما عندي علاقة شخصية بي بس يوتيوبر محترم يعني واني متابعة وعنده شغلات كل جينة وهاي فلازم نفتهم السالفة الربعة تمام فإن شاء الله احتمال باتشر ينزل مقطع نشرح به السالفة صايرين صايرين تنويه بسيط كوشامروسالة قاعد تجي دا تقول أنه أنت ببدأ يروح لحل مشكلتك ويا أميرا بعدين تعال حل مشاكل العالم أخي خمسين ألف مرة قلت أنا ويا أميرا ما عندي مشكلة أنا ويا أميرا ما احد ما طلع وحدش واحد على الثاني ولا صارت مشكلة ولا صارت بالنعل ولا التمضلط ولا كلام دبس أنا ويا أميرا ما عندي مشكلة احنا بس قررنا أنه كل واحد يروح وثيم الله وشكرا بطريقة أنا احترمه وهي تحترمني وبس أما ذون الناس اللي داع تعلم صارت بناتهم مشكلة فياومة الإسلام لتخبطون لتخبطون هاي السالفة ملع علاقة بهاي السالفة نهائية لتخبطون ننتقل حاليا لمشكلة عمر الكيلاني وريدر فعمر الكيلاني يا حباي بنزل ديستراك بعنوان ابني البيك اللي هو كان ديستراك على ريدر يفضح بي أنه هو كان الأكس مال ياسو من هذا الكلام طبعا الغريب الموضوع أن ياسو لم تدخلت بهذا الموضوع ولا عصبت أنه ليش هو حطها اسمها باللكليب عكس اللي سويته يا ريدر لما هو قال أنه هو الأكس مال تاوي تشين لكن لرد كان ناري من ريدر لما نفتح قناة جديدة بعنوان ها 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 شهدات أكثر من ديستراك مع العمر الكيلاني طبعا رحطكم الرابط ورصف الكل يروح يسمع عن ديستراك مع الريدر وكتبوا الأحباب بالكومنتات شريكم بالديستراك مع التناري ندخل حاليا لأسامة مارو وتوثيق حسبها بالإنستجرام فإن شاء الله ألف أبروك على توثيق حسبها بالإنستجرام هون لازل شوية تشتريات صليحة بها على الموضوع التوثيق شوية صليحة بضحك رح تقوم نشتريات شفوها ندخل حاليا اليارا وردها على أكثر الأسئلة اللي مستقلوها متابعيها فنزلت هذا المقطع على حسبها بالتيك توك وانتشان تقول أكثر رسالة اللي تتزعلوني يا هاشخاص على شون اسميش حقيقي طبعا هي اسمي حقيقي مو يارا قالت انه ما رح تحكي لهم شون اسمي حقيقي وعن كم أخو أخت عندها وقالت عندها أختين صغار وأنا كبيرة وبنسبة لشي ما قاعدت نزل هذه فترة على اليوتيوب تقول تجهز لنا أشياء نارية في هذا الوقت يا حباب يارا تعرضت لي هواي من التهجم من فان زاد قمر مارا لما نزلت هذا المقطع اللي تشان تتسوي بي مقطعين تيك توك شوفوه فهم الكومنتات اللي جاتيها انو اللي تقاعد تسويه هو عبارة عن إعاقة مو كيوت واني يجدت حاولين تتصنعين واش حاولين نسوي نفسش كيوت فمادري شفت المقطع يا حباب اكتونا بالكومنتات هل تتتعقدتها جملة تعرضات لا او لا نختم اخر شيء محمد كريم وليش هو معصف فنزل شوية استوريات يطلبها من المتابعين انو يوقفون التصاميم الي هو حملة رجوعه هو أميرة انو ماينزلو هذا الاشي والله ها حصير ما يشوفوا الستوريات مع المتابعين ونزل الاستوريات يقول بي انو لتنزلون هذي الحملات ونزلوا لتنزلون انو منورين انا وأميرة وهذا يثبت ان هو مستحيل يرجعوا يا اميرة بالمستقبل ونزلش في تستورية تحشي بها لهذا الموضوع كلام كلش مهم شوفوا الستورية عم تستمون اكثر شوفوا انا هسا انشارت ثلاث شغلات قلت ما لدي اشوفوا بالستوري تمام اول شي بالنسبة لي هاي الحملة ما حملة لصير التاقات كل العبار عن صورة واحدة وعليها نفس الكتابة ونفس التمضرط سواء على مو بس يعني على هذا الموضوع أو على اي موضوع ثاني من نفس الكتابة الموجودة عليه هاي سالفة تسوي لي لعبار نفس تمام وكلش ما رد اشوف هاي واحدة اما الثاني والثالث الموضوع عن البقية من اشوف استورياتكم وتكتبوا لي منور وترجعون لسولي تاق هاي مو كلش غلط اوكي انا اعتذر لانه صياحت عليكم بها السالفة بس اتو تتخلون تظلمون البقية يعني مدى اشوف استوريات البقية تمام يعني اوكي شكرا وانا احبكم لانه تتسوي لي تاق وتقولون شفت الاستوري تقدرون تنشروها بس 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 سولي تاق بهاي السالفة تسولي تاق بس اذا اكو تصميم اذا اكو شغلة مهمة اذا اكو سوالف ثانية تمام بس انا اذا شفت الاستوري مرتك مو شرط تنشر وتسولي وترجع تاق مرة ثانية لانه شفت الاستوري مرتك تمام سايرين يعني انا من اشوف استوري مرتكم غصبا علي من هاي العين قبل هاي العين اشوف استورياتكم كلياتي تمام لكن لماذا لا أستطيع أن أرى كل ياته كل ياته لأنه من وراء هذه التاقات التي تأتي مثلا أنا أرى تصميم واحد يرجع لأنه يرى التصميم يقول محمد شاف تصميمه لكن لا يخالف يعني على أمود البقية حتى يرى البقية تمام أما هذه الحبلة صادت من وراء بنات اثنين أو ما عرفوا إيش هستا ستزولي أسامهم وأنا تصرفوا يهم وردى شوفوا شون تنعاد مثل هذه السؤال في مرة ثانية صايري؟ وبصرا يا حباب لنوصات المقطع ومنوصات أجيبكم تحطوا لك شركوا بالقناة وإنكم فيهد الزين من قناة ميك للقصص وبس فاسلامة